هستأذنكم أنه حول بيان الكنيسة وآخر تطورات الحادث وأيضا حالة المصابين خلونا ناخد معنا على التليفون القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثودوكسية أهلا بيك وتعزينا من قلوبنا ربنا يا رب يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويا رب المصابين يقوموا بألف سلامة ويرجعوا لبيوتهم بإذن الله سالمين تايش يا سيد يوسف شكرا لشعورك وشعور كل الأحباء مصر كلها متألمة النهاردة أبونا موسى يمكن أنا عارف أنه الحديث عندما يعني يجرى في هذه الأمور بيبقى الكلام عزيز جدا بس إحنا هنستأذن الأول طمننا على أهلنا المصابين اللي موجودين في مستشفى مبابة واللي موجودين في مستشفى العجوز يعني هو حالة المصابين شبه مستقرة ونتعشم أنها تستقر ويتعافو في أقرب وقت يا رب يا رب وأيضا مهم جدا أن احنا نحاول نطلع على هو الحديث ده جرى إزاي إيه اللي جرى المعلومات الواضحة تماما أنه حصل يعني حريق نتيجة يعني حاجة خص التوصيلات الكهربائية أو ما إلى ذلك والحريق الحقيقة واضح أنه باغت الجميع فكان نتيجة يعني أنه أصيب 55 شخص توفي منهم 41 شخص من مختلف الأعمار الله يرحمهم الله يرحموا ما بونا يعني تعزينا من قلوبنا ونتمنى أنه إحنا لما نيجي نسمع صوتكم نسمعه دائما في أفراح لا أطراح على الإطلاق ولا أحزان أبدا أشكرك جدا أشكرك جدا كل الشكر وكل التحية لالقمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثودوكسية ترجمة نانسي قنقر